وأضاف الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي أنه تم خلال المباحثات الاتفاق على التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف كما أشار الرئيس السيسي إلى الدور المعتدل والمتوازن الذي يقدمه الأزهر الشريف لتقديم الإسلام السمحة واستقبال الطلاب الأسبكيين للدراسة في الأزهر نفقنا أيضاً على أهمية التعاون الأمني والمعلوماتي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ودي قضية إحنا حرصين على أن إحنا نتعاون مع أسبكيستان فيها في إطار ما يمثله هذا الفكر من تهديد للأمن والاستقرار مش بس في بلادنا لكن في العالم كله أسمح لي هنا في خمط الرئيس مهمة أوي أن أنا أتحدث على الدور المعتدل والمتوازن الذي الأزهر الشريف يقدمه من خلال التعليم الإسلام السمحة واستقبال الطلب الأسبكيستان لتعليمهم ذلك